اشتركوا في القناة ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تم الله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنسا ضل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما يشربه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مسأل السوء ولله المسأل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألصنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تروا الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرا نسقيكم مما فيه بطوله من بين فرص ودم لبنى خالصا سائخا للشاربين ومن سمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورصدا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم أكلي من كل السمرات فاسدكي سبل ربك دلولا يخرج من بقونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفادة ورزقكم من الطيبات أفبالباطن يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا ضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم ما تعلمون ضرب الله مثلا عبدا من موكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا رزقا حسنا فهو ينفع منه سرا وجهرا هل يستغون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستويه ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله خيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطول أمهاتكم لا تعلمون شيئا واجعل لكم السماوات والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء أمهات ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا واجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم من ما خلق ضلالا واجعل لكم من الجبال أكنانا واجعل لكم سرابي لكم سرابي لتقيكم الحر ووسرابي لتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وإن تولوا فإنما عليك البلاخ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكسرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين عشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء وإذا رأى الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا أن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب دبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإنتاء ذي القربى وإنتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر والبخي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين قضت خزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم بخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله نجعلكم أمة واحدة ولكن يبلو من يشاء من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون سَدَقُ الله عَذِينَ سَدَقَانُ ¶¶ سَدَقُونَ